بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لموضوع الإحلال اللي احنا تكلمنا فيه في بارت سري النهاردة هنتكلم في بارت فور ازاي نصمم طبقة الإحلال عشان نزود البيرين كباستي بتاعة السويل ودي طبعا من شابتر ثري اللي هي الإزوليتد فوتينج من كورس فاونديشنز انجينيرينج وان طيب ازاي بقى اصمم سمك طبقة الإحلال مبدئيا انا عندي ايزوليتد فوتينج هنا ومديني كيفين البي كولوم مديني حمل العمود ومديني البيرين كباستي بتاعة مين الريبليسمينت ودي بتبقى طبعا قوية ممكن تبقى واحد ونص واحد وتمانية من عشرة وطفر حسب التربة وحسب دمكها اللي انت هتعمله وطبعا في عندي بيرين كباستي بتاعة الويك سويل يعني انا هحبت الاساس بتاعي هنا هوت فلقيت ان الطربة هنا هوت مالها البيرين كباستي بتاعتها مالها ضعيفة كيونت اللاعبول ومديني السيكنس اوف بلين كونكليت سمك الخرصانة مين العادية ليه عشان اعرف هل سمك الخرصانة العادية ديت دخلة معايا في الديزاين ولا لا لو هي مش دخلة يعني سمك الخرصانة العادية ديت اقل من 20 سنتي فانت ازاي تحسب سمك طبقة الاحلال اللي انت عايزها هنا ايه الخطوة الاولانية خطوة الاولانية انت تجيب الاريا بتاعت الرينفورس الكونكريت ازاي انا هقوله والله دي رينفورس الكونكريت صح رجزة على مين على طربة احلال فهتبقى اريا بتاعت الرينفورس الكونكريت بتساوي البي كولوم على الكيوب بتاعت الريبليسمينت طيح عندي ده وعندي ده مافيش مشكلة وبعدين اقوله الال بتاعت الرينفورس الكونكريت في البي بتاعت الرينفورس الكونكريت بتساوي الاريا وفي الحالة دي تقدر تطلع مين البي بتاعت الرينفورس الكونكريت والال بتاعت الرينفورس الكونكريت والال بتاعت الرينفورس الكونكريت يعني الديمانشن بتاعت مش دخلة معايا في الحزبان طبعا لازم تقرب الBRC والLRC لأقرب 5 سنتيبالA بالزيادة وبالتالي تقدر تجيب سمك مين الخرصانة مين العادية آسف مقاسات الخرصانة العادية اللي هي B بتاعت الBC بتساوي الBRC زائد 2TBC والL بتاعت الBC بساوي LRC زائد 2TBC يبقى أنا كده جبت الديمينشنز بتاعة الخرصانة العادية والخرصانة المسلحة على أساس أنها رجزة على تربط الإحلال لسه ما جبناش سمك طبقة الإحلالة أما لو كانت الخرصانة العادية معايا دخلة في الحزبان فبجيب الارية بتاعت الplane concrete عبارة عن الP column على الQ replacement وفي الحالة دي الL في الB اللي انت جبتها دي بتاعت الplane concrete يبقى جبت الB بتاعت الplane concrete والL بتاعت الA plane concrete عشان أجيب بقى الB بتاعت الRC يا إما أقول إن الP بتاعت الplane concrete بتساوي الP بتاعت الplane concrete ناقص 2TBC اللي هي السمك الحتة ديت أو الL بتاعت الRC بتساوي أو يعني LBC ناقص 2TBC اللي هي الحتة ديت وممكن أجيب بدل TBC ديت نحط C mean BC اللي إحنا هناخدها في تصميم isolated footing اللي هي الCBC بتساوي إيه بتساوي الTBC في جزر 1.33 على الكيوب بتاعتي بيقدر أطلع من الCBC اللي هي موجودة عندي ما زلنا لسه لم نحصل على سمك طبقة الإحلال عشان نجيب سمك طبقة الإحلال هنبتدي نتبع اسلوب بسيط أو مقرب اللي هي طريقة 2 to 1 يعني ميل الستريس بميل كام 2 إلى 1 فلو كان الستريس تحت الخرصانة العادية أو الخرصانة المسلحة F Not وهنا مين A Not ودي F واحد وإيه واحد اللي بتاعت الخرصانة بتاعت اللي تحت تربة الإحلال فانتا ممكن تقول إيه قدي الشبك اللي بتاعدي أهي عندي هنا دير Renforcing Concrete أو Plain Concrete حسب ما انت شغال معي يبقى عندك الارية بتاع Renforcing Concrete والكيوب بتاعت الReplacement والناحية التانية هتبقى دير الارية بتاعت الReplacement والكيوب بتاعت الNet Allow أجيب إزاي الكلام دوت والعمق اسمه من زد أقول الكيونت اللي أول دي عندي بتساوي إيه بتساوي الP column على BRC زائد زد اللي هي ديت اللي هي الميل بتاعي في LRC زائد مين زد المجهول في المعددة دي الزد الكلام ده إمتى لو كان الخرصانة العادية المسلحة هي اللي شغال أما لو كانت الخرصانة العادية هي اللي شغالة يبقى كيونت اللي أول اللي أحطها بتساوي مين P column على B بتاعت الplane concrete زائد زد في L بتاعت الplane concrete زائد زد يبقى تطلع قيمة زد يبقى زد ده هو عبارة عن إيه سمك طبقة الإحلال وقلنا سمك طبقة الإحلال دي ما تتحطش مرة واحدة لازم نحطها على طبقات لا تقل عن أو لا تزيد عن 30 سنتي لكن ممكن توصل لـ 25 سنتي وادمكها للوصول للـ maximum dry dynasty شكرا